ترأس قداسة البابا فرنسيس في بازليك القديس بوتروس في الفاتيكان وقفة صلاة من أجل السلام تخللتها صلاة مسبحة الوردية وسجود للقربان المقدس وفي نهاية الصلاة تلالبابا صلاة قال فيها أنت يا مريم تعرفينا تعبنا وجراحنا وتتألمين معنا ومن أجلنا اذ ترين الكثير من أبنائك تمتحنهم الصراعات وتحزنهم الحروب التي تمزق العالم وتابع الحبر الأعظم يقول يا مريم وساعدين لكي نحافظ على الوحدة في الكنيسة واجعلين نشعر أننا مسؤولون عن السلام ومدعوون للصلاة والعبادة هزي يا مريم نفوس الذين تقيدهم الكراهية وجف في دموع الأطفال وساعد الأشخاص الوحيدين والمسنين أعضد الجرح والمرضى وحمي الذين اضطروا إلى مغادرة أرضهم وأحبائهم وخلص البابا فرنسيس إلى القول يا سيدة جميع الشعوب صالح أبنائك الذين أغواهم الشر وعلمين أن نعتني بالآخرين